حبيرنا المشاهدين اهلا بكم ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا من شركة realme هو realme b1 ده موبايل نازل جديد او سلسلة هي السلسلة البيدي سلسلة نازلة جديدة من شركة realme وهي سلسلة بتقدم مميزات كتير اوي في مقابل ساع قليل في الفيديو ده هقول لك عن موبايل realme b1 هقول لك عن كل مميزاته وعن كل عيوبه ومش هتخرج من الفيديو ده اللي انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل ده خليكم معنا لاخر الفيديو ننسى ناشى من لايك الجميل ويلا بنا نبدأ الفيديو نقول باسم الله ايه هي اهم مميزات الموبايل ده التصميم بتاعه تصميم شيك مع شكل الكاميرات في الضخ وزن الموبايل خفيف هو 188 جرام الموبايل هتلاقي فيه مقاومة للرزاز المية والغبار بشهدة IP54 يعني لو بعض القطرات المية جات على الموبايل مفيش اي مشكلة فيه الموبايل بيدعم شبكات ال 5G برضو عند الشاشة شاشة مميزة جدا وهي من نوع اموليب القياس بتاعها 6-67 من 100 بوصة والدقة بتاعت الشاشة دي 2400 في 1080 بيكسل والجودة بتاعتها Full HD Plus وكسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوص الشاشة دي درجة سطوع بتاعها بيوصل 1200 شمعة ومعدل تحديث بتاعها 120 هرتز فالشاشة دي شاشة كويسة جدا ودي من ضمن مميزات الموبايل ده برضو عند الصوفتوير Android 14 مع واجهة ريلمي UI5 ودي احدث نظام تشغيل مبوط حاليا مع السلاسة بتاعت واجهة ريلمي عندك برضو المعالج من شركة ميديا تيك والدايملس تي 7050 ده معالج سمان النواة دك التصنيع بتاعته 6 نانو متر والمعالج الرزومي اللي مبوط فيه هو المالج 68 وده معالج كويس جدا هيسد معاك سواء في الاستخدام اليومي او في الالعاب عندي بره هنا مساحات التخزين بتاعت الموبايل ده كويس عندي في نصخة نزلة 128 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 6 جيجا رام وعندك 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام وعندك برضو القمرات هتسد معاك وهتديك اداء كويس عندك مثلا القمرات الخلفية الاساسية 50 ميجا بيكس الفتحة عدس F1.8 والتانية 2 ميجا بيكس الفتحة عدس F2.4 وده بتاعت العزل وبرضو عندك القمر السيلفي 16 ميجا بيكس الفتحة عدس F2.4 وبتصور معاك فيديوهات لحد 1080 عندي برضو هتلاقي فيه منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات هتلاقي في الموبايل ده في سماعات ستيريو هتلاقي معظم مستشارات موجودة في الموبايل ده هتلاقي فيه بطارية كويسة جدا 5000 ميلي أمبير مع قدرة شحن 45 وط يعني البطارية دي تقدر تشحينها من 0 إلى 50% في 27 ديها بس وده رقم كويس وعندي برضو سعر الموبايل ده سعره كويس يعني النسخة اللي هي 128.6 جيجا رام ب190 دولار او ما يقابل الرقم ده فهم للبلدك والنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ب130 دولار طب بعد ما قلنا كل الموايزات دي الموبايل ده ايه عيوبه بقى عندك مفوش مكان لتركيب كارت المومري على قد ما احنا قلنا ان فيه مقاومة على الرزاز المية بس مش مقاومة كاملة يعني لو واعوا منك في المية هيبقى فيه مشكلة عندك مفوش مكان لتركيب كارت المومري زي ما قلنا عندك مفوش ال NFC كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل اتمنى يكون الفيديو عجبكم اشوفكم فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة